بعد انسحاب الرئيس الامريكي جو بايدن من سبق الانتخابات الرئاسية بات العالم يترقب من هو المرشح الديمقراطي الجديد للرئاسة الامريكية المرشحة الاولى والاوفر حظا في الانتخابات الرئاسية بحسب مراقبين هي نائبة الرئيس كمالا هاريس خاصة بعدما اعلن بايدن تأييده لترشيحها عن الحزب الديمقراطي بينما اشرت مصادر في الحزب الى ان التأييد يتزايد لدى الديمقراطيين باعتبارها المرشحة الانسب لتحل محل بايدن في السبق الرئاسي غير ان بعض الديمقراطيين وصف اداء هاريس خلال الفترة الماضية بالمخيب للامال في منصبها نائبة للرئيس ويتهمونها بالعجز عن احداث اي فارق وتواجه اعتراضات وشكوكا في ضعف قدراتها وخبرتها السياسية واخفاقها في ملف السيطرة على الهجرة وهو ما يستخدمه فريق ترامب الانتخابي بمهارة ضدها بالاضافة الى هاريس فان ابرز المرشحين الديمقراطيين للمنصب هم حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسيم الذي يوجه دائما انتقادات شديدة لترامب اخرها قوله ان هدف المرشح الجمهوري هو العودة للسلطة والثأر والانتقام وان ترامب رجل مهزوم ومتناقد ويعد نيوسيم من ابرز الامريكيين المدافعين عن البيئة والمناخ حيث طالب الشركات الكبرى بالافصح علنية عن انبعاثاتها من الغازات الدفيئة وقال ان الناخبين الشباب يريدون مرشحا يحارب تغير المناخ نجمات واعدات في المشهد السياسي الامريكي ظهرنا في خضم معركة الرئاسة الامريكية ومن بينهن حاكمة لايت ميشيغن الديمقراطية جريتشين ويتمر حيث يعتبرها البعض العدو اللدود لسياسة ترامب ولعبت دورا كبيرا في حظ النساء والناخبين الديمقراطيين والمستقلين بل حتى بعض الجمهوريين على تكثيف المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة بعدما حولت الاجهاد الى قضية الرئيسية في حملة اعادة انتخابها وانعكست ذلك بالفعل في ارقام التأييد التي حصلت عليها من النساء حيث حصلت على اكثر من 67% من اصواتهم كبديل محتمل لبايدن تردد ايضا اسم حاكم ولاية الينوي جي بي بيرتجر الذي دخل الحياة السياسية مبكرا وتولى منصب الحاكم مرتين منذ عام 2019 واعيد انتخابه مرة اخرى عام 2022 اشتهر بيرتجر الذي ورث ثروة هائلة تقدر بنحو 3 مليارات و500 مليون دولار منها سلسلة فنادق بانتقاداته اللاذعة لترامب وظل وهو جامع تبرعات ديمقراطي بارز مدافعا عن استمرار بايدن في السباق كما لديه سجل تقدمي حافل فيما يتعلق بحقوق الاجهاد والسيطرة على الاسلحة ومع تراجع التوتر الذي اصابت ديمقراطيين خلال الاسابيع الثلاثة الماضية على خلفية الضغط على بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي تزداد التكهنات بشأن البديل القوي الذي يستطيع انقاذ الديمقراطيين من هزيمة كبيرة في نوفمبر المهمل ترجمة نانسي قنقر